اختنا بس انت بتقول لو سمحت عايزة اعرف اعمل ازاي مستوى رابع في الانتساب يعني تضيف مستوى ازاي في الانتساب تمام في البداية بس عايزة اقول حاجة صغيرة اد كده الفيديو اللي انت بتشاهده حالا انا هسيبه في المونتاج بالوضع الطولي علشان التليفون يبه هو اللي ظاهر قدامك كامل في الفيديو قدامك طيب هفتحه ازاي يعني هو بيبه قدامك الصورة مش كاملة دلوقت لو انا دخلت على فيديو مثلا مماثل اللي انا هسيبه ده على القناة التاني دي مثلا وبروح على الفيديوهات على الفيديوهات واللي يكون الفيديو ده طيب هو ده الفيديو اللي قدامي هو بالشكل ده قدامي اول حاجة دلوقت انت هتعملها هتعمل لايك ما تنساش اللايك ولو مش مشترك في القناة هتشترك في القناة من هنا تمام ده اول حاجة تاني حاجة بعد كده عندك المربع اللي هو ده في عندك مستطيل كده على شكل اقواس تمام هتضغط عليه هيفتح قدامك صورة الفيديو كأنه فيديو او كأنه تليفون قدامك بالزبط هتشوفت الخطوات كاملة كأنها تليفون تمام هتصغر الشاشة تاني من العلامة دي وصلنا للفكرة دي نرجع بقى لشرحنا النهاردة هنرجع كده ونروح ممكن على الاستوديو العادي او الاستوديو من كروم يا من هنا يا من هنا لو انا من كروم هضغط على خانة تحيا الربح من هنا تمام وبطلع فوق على العضويات اوكي لو انا نفس الشغل بالزبط لو انا من الاستوديو العادي وده اريح اظن الكل عنده بس انا قلت من هنا ومن هنا عشان كده لو ضغطت على الاستوديو العادي ودخلت على خانة تحيا الربح تمام وبنزل تحت كده في المزال التي تستخدمها دي وبلاقي كلمة اللي ايه العضويات اها تمام ده كانت اللي هي الانتساب زمان وبعد كده بقت الاشتراكات الدعمة وبعدين بقت الايه العضويات بضغط على العضويات طبعا الشكر موصول لاخونا باسم ولد زاك الامير على تجديد الانتساب دايما تسلم يا غير ما تحيمش من زوءك والله على راس زوءك ربنا سعدك تسلم وربنا نجزي كل خير بعد ما ضغطنا على العضويات بلاقي عندي كده هنا مستويات العضوية مستويات العضوية بضغط عليها دي فيها ادارة المزايا دي اللي هي المستويات اللي انا عملها ايا كانت هي انت عايزة تضيف كمان طيب هل السعر ده اقدر اعدله لا ما ينفعش تعديل فيه يعني لو ضغطت على تعديل بالعلمة القلم كده السعر مطفي ما ينفعش اعدل السعر ابدا اوكي يعني الفلوس ما اقدرش اعدله طيب المفروض ان انا اعمل ايه عشان انا اعدل او اضيف بازل تحت كده بلاقي كلمة ايه اضافة مستوى بضغط عليها بيجي فتح لهنا قيمة مستوى اللي هو اللي بعد كده انت عندك اربعة هتلاقي الخامس عندك تلاتة هتلاقي الرابع عندك وهكذا تمام وبضغط على علامة الالم هنا بيقول لي اختيار اسم المستوى طبعا اه مهم هقول للصحاب مسلا اي حاجة اي اسم اللي انت تختاره تمام وبروح على كلمة اختيار السعر في اختيار السعر هو بيقول لي اي فئة انا شوف الفئة اللي انت عايزها هنختار مثلا خمسة اولي يكون يعني تمام سنراجع المزايا مش عارف ايه بقول اضافة الميزة هضغ على اضافة الميزة بس هي عند اشارات الولاء هي كده كده زي ما انت كنت عاملها قبل كده دي كل الموضوع واي استفسار او اي سؤال سيبوا في التعليقات ان شاء الله ارد عليك اما بفيديو او اه ارد عليك بحلقات المباشرة اليومية ساعة تسعة بتوقيت اه مصر اه في امان الله جميع سلام عليكم